مجز أخبار العاشرة من الو تي في أهلا بكم نقلت صحيفة الجمهورية عن سفيرة أمريكية في لبنان دروثيشاي قولها أمام أحد المسؤولين الذين التقت بهم أخيرا بأن الولايات المتحدة دولة مؤسسات وستراتيجيات وبالتالي فأن جوهر السياسة ثابت ولكن المقاربات هي التي تتبدل دعية إلى الإسراع في إنجاز الترسيم الحدودي بالترافق مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها وذلك من خلال تفعيل مفاوضات النقورة أما فيما خاص الأزمة السياسية فقد اعتبرت شاي حسب ما نقل عنها عبر صحيفة الجمهورية أنه يجب الاستعجال في تشكيل الحكومة مشيرة إلى أن هذا الأمر هو شأن داخلي ولا تتوقع مننا أن نشكل نحن حكومتكم كما قالت لفتة إلى أن بعض السياسيين والأعلميين اللبنانيين يفترضون أننا نعمل عندهم وأنهم هم الذين يرسمون سياستنا إلى درجة أن هذا الأمر أصبح موضع تندر من قبل الدبلوماسيين المعنيين بدائرة لبنان وسوريا في الخارجية الأمريكية خصوصا عندما كان هذا البعض يقرر بالنيابة عن العقوبات ويختار توقيتها ويحدد أسماء الشخصيات التي ستعاقب ويستبعد أخرى وأوضحت أن الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن تحتاج إلى وقت لترتيب أمورها متوقفة عند تراجع عدد موظفي وزارة الخارجية من 18 ألف موظف إلى 13 ألفا خلال الفترة السابقة وهذا من شأنه أن ينعكس على وطيرة الاهتمام ببعض الملفات توجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى مصر حيث من المقررة يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصرية سامح شكري والأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ويجري معهم محادثات تتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة معيشيا ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أكتان 600 ليرة وسعر صفيحة البنزين 95 أكتان 500 ليرة والديزل أويل 200 ليرة فيما بلغ سعر قرورة الغاز هذا الصباح 24 ألف و300 ليرة بزيادة بلغة 300 ليرة لبنانية أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن النزعة القومية في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تضر بالجميع وأوضح أن على الرغم من أن العدد المتزايد لخيرات اللقاح إلا أنها لا تلبي القدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم مشيرا إلى أن عدم السماح لأغلبية سكان العالم بالتطعيم لا يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد 19 وسط السكان غير المحميين مع هذا الخبر نختم موجز العاشرة شكرا إلى اللقاء اشتركوا في القناة